اشهدت الشعبة البرلمانية بما حققته مملكة البحرين من خطوات متقدمة في مواجهة جائحة فيروس كورونا تفعيلا لتوجهات جلالة الملكة المفدة حيث تبنت المملكة وبمتابعة مباشرة من الحكومة الموقرة بقيادة سمو رئيس الوزراء وقيادة سمو ولي العهد للفريق الوطني لمكافحة فيروس كورونا تبنت العديد من القرارات والاجراءات المتعلقة بحماية المجتمع من تداعيات انتشار فيروس كورونا على مستوى العالم واطلاق حزمة من المبادرات التي تسهدف تعزيز دور الاقتصاد الوطني في هذه المرحلة جاء ذلك لدى مشاركة الشعبة البرلمانية في الندوة التي نظمها الاتحاد البرلماني الدولي بعنوان إعادة البناء بشكل أفضل بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ومكتب الأمم المتحدة للحد من أخطار الكوارثة وعلى هامشي مشاركته في الندوة أكد سعادة النائب عبد النبي سلمان النائب الأول لرئيس مجلس النواب أن مملكة البحرين اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية المسبقة لمواجهة فيروس كورونا وعلى جميع الأصعدة مشيدا بالتدابير السريعة والقرارات الصائبة التي اتخذتها البحرين لحماية المواطنين والمقيمين من التأثيرات السلبية من جائحة كورونا من جانبها أشادت سعادة الأستاذة هالا رمز فايز رئيسة لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى بالإجراءات الاحترازية المتخذة في المملكة لمواجهة فيروس كورونا خصوصا على مستوى القرارات المتخذة لحماية المرأة البحرينية وكبار السن وحفظ حقوق الإنسان